علق الكاتب والباحث السياسي الكردي كفاح محمود على حادثة حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية بنينوى وقال محمود في تدوينة عبر منصة اكس تويتر سابقا إن كارثة الحمدانية والتي وقعت في قاعة الأعراس التي تحولت إلى محرقة لبيئات الأطفال والنساء هي واحدة من إنتاج المكاتب الاقتصادية للميليشيات في الموصل وأطرافها من جهة أخرى أكد مسؤول في نينوى أن القائمين على القاعة مرتبطون بمتنفذين من قوى لا دولة لا تهمهم أرواح الناس وأنهم أهملوا بعمد جودة البناء وتأسيس الكهرباء ووضع معدات سلامة حديثة ولكن ما يهمهم هو جمع الأموال وإنفاقها لملذاتهم الخاصة